السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنوصل اليوم بقية الشابتر رقم 8 اللي هو عنوان Kinematics of Particles طيب في المحتوى امتعة المحاضرة الخامسة من الشابتر الثامن هنشوف Relative Motion in Translation هناخذ مثال على ذلك عشان نشرح في Relative Motion هذا هنبدأ بشرح الProblem الProblem هذا يتمكن انه في كرة الكرة هذه هتنزل من ارتفاع 12 متر كما شايفين هذه الكرة وهذا الارتفاع منتعة الكرة اللي هو 12 متر هتنزل بسرعة أولى اللي هي السرعة هذه اللي هي V0 اللي هي 18 متر للتانية في نفس الوقت فيه يعني مصعد حينزل او حيرتفع من هنا حيرتفع الارتفاع 5 متر ولكن هذا يعني السرعة الأسئلة اللي أولى هتكون 2 متر للتانية السؤال بيقولك determine when and where ball hits elevator متى يعني وأين سيلتقيان يعني الاليفاتر هذا والكرة هذه والسؤال الثاني يعني لما يلتقيان الكرة طبعا هيلتقي المسعد هذا والكرة في مكان معين هنعرف الفيلوشيتي متعة الكرة بالنسبة للمسعد هنبدأ تطبيق قانون uniformly accelerated بما أنها التسارع هو التسارع ثابت اللي هو ناقص 9.81 هنحاول نتبق القانون هذا اللي شفناه من حضر الفارتة يعني على الكرة القانون بيقول أنه VB يعني الفيلوشيتي متعة الكرة اللي هي البال هتكون V0 بلاس A T طبعا الV0 معلومة اللي هي 18 والA اللي هي ناقص 9.81 طبعا والTime T بتكون 18.981 يعني هذه هي المتغير متعة الفيلوشيتي متعة الكرة نفس الشي على نفس القانون لما تكون التسارع ثابت نقدر نجيب الY الY هي تساي Y0 V0 T بلاس نص A T سكوار ونحوذ الY0 اللي هي 12 ونحوذ الV0 اللي هي 18 طبعا ونص الA اللي هي 4.905 بتكون هذه المعادلة متعة الPosition يعني حين عرفنا السرعة متعة الكرة وعرفنا الPosition لكن هذه متغيرة حسب الTime الحين هنتبق نفس القانون اللي شفناه هذا لكن هنتبقه على المساعدة نفس الشي يعني هتكون V Elevator هتكون V0 بلاس A T لكن بما أنها الVelocity V0 متعة الElevator اللي هي 2 متر ولكن التسارع في الأول هيكون تسارع سفر لأنه الأول في حالة سكون ما هو زي الكرة اللي نازلة بالتسارع هذا يعني بتكون هذي سفر على طول V0 A اللي هي 2 يعني على طول V A بتكون 2 متر بالنسبة Y بتكون يعني متعة الElevator هتكون الY 0 plus Velocity متعة الElevator في Time T plus نص AT سكوار زي ما قلنا التسارع متعة الElevator سفر على طول هذي بتكون سفر يعني بنعوضها Y 0 اللي هي 5 الارتفاع الأول اللي هو 5 متعة المساعد في VELOCITY اللي هي 2 يعني بتكون 5 متر هذه الPosition متعة المساعد نمر للحين حنعوض يعني في المعادلة لما يكون يعني عند التقاء الكرة والمساعد شايفين الثنين حيكونوا على نفس المستوى اللي هي Y Elevator والY Ball يعني احنا حنكتب الPosition متعة الY Ball بالنسبة للY متعة اللي بتكون الY متعة البال ناقص الY متعة اللي بتر طيب عن هذه احنا جبناها الY متعة البال المعادلة اللي فاتت بالSlide اللي فاتت نفس الشيء الY متعة اللي بتر طبعا الفرق ما بين الاثنين هيكون سفر يعني من الاثنين موجودين على نفس المستوى يعني من خلال المعادلة هذي هيكون المجهول فيها اللي هو Time T طيب بما أن هي معادلة يعني درجة متعة اثنين هيكون يعني عنا حلين الحل الاول تعت المعادلة هذي هيكون ناقص سفر تسعة وثلاثين والTime الثاني هيكون ثلاثة باصل خمسة وستين يعني سقد طيب عن هذا بنحثو لأنه Time ما يكون يعني بالسلب هناخذ النتيجة الوحيدة اللي هي ثلاثة باصل خمسة وستين يعني هذا بعد الزمن هذا يلتقي الكرة والمسعد الحين هنعوض الTime هذا في المعادلة امتعة الPosition امتعة المسعد اللي هي جبناها منذ حين اللي هي خمسة متر في اثنين تي يعني الTime تي هذا هنعوضه بثلاثة باصل ستة زي ما مشايفين هتصبح الاتفاع ثناش باصل ثلاثة يعني الحين عرفنا الPosition اللي يلتقي فيها المسعد والكرة اللي هو نفسه اللي هو 12.3 متر لكن جزء الثاني من السؤال عاوزين نعرف الVelocity امتعة الكرة بالنسبة للمسعد طبعا سهلة بتكون الVP ناقص الVE طبعا الVP ناقص الVE بالنسبة للVelocity امتعة البل جبناها منذ حين في السلايد اللي فات اله 18 ناقص 981D ناقص اثنين اثنين اللي هي الVelocity امتعة المسعد طيب في المعاد لهذه بنعاوض بنفس الزمن اللي تم فيه الالتقاء اللي هو الطايم هذا اللي هو 365 بنتحصل على الVelocity اللي هي ناقص 19.81 متر برسي وبالطريقة هذه نكون يعني جاوبنا على كامل الزؤال طيب نشكركم وإن شاء الله نتقابلوا المحاضرة قادمة والسلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة